إخواني أخواتي السلام عليكم أمسية طيبة أحببت أن أشاطر بعض الأفكار وبعض التحليلات وبعض المواقف السياسية في هذه الحقبة بالذات من الزمن خاصة وأن نرى تجادبات نرى مواقف متباينة نرى شيء من التشنج على بعض المناضلين المواقف التي خرجت عن إطار التوجه السياسي السليم المتماشي مع المطلب القوي والحضاري والسلمي للشارع الجزائري وكأن فيه أطراف الآن بدأت تفقد وعها ولا تدري كيف تتعامل مع هذا الواقع سأذكر بالذات بعض الأمور التي أثارت الجدل مؤخرا وأثارت شيء من محاولة ممنهجة حتى تكون واضح لكسر الحراك وحتى إن أدى ذلك إلى شق وحدة الشعب وإدخاله في متاهات بل في أمور أخطر لا سمح الله بات أذي بدأت تكلم على الخروقات والممنهجة التي وقعت في خاصة في الجمعة الماضية وما بعدها حتى إلى هذا اليوم رانا اليوم يوم 15 أفريل فيما يخص انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان محاولة دس بلطجة خلال المسيرات الحمد لله إلى حد الساعة قلوا لم نصل إلى المكروه ولا إلى الشيء الذي قد يدخل إشكال كبير ولا يمس بأرواح الناس الحمد لله تم تجنب ذلك لوعي الشعب ولوعي طبقة كبيرة كذلك من قيوة الأمن التي هي جاية لمعظمها جاية تمارس مهمتها لحفظ الأمن لتنظيم المرافق العمومية لحفظ السير العادي لشؤون الناس لكن فيه وكانت بالأدلة الحمد لله ذكرنا بالصور ونشوف كل شيء جهة أكيد عندها علاقة مع جهة أمنية ممكن نسميها بلطجة أمنية مش معنى أن نعمم كلهم ولا لا لا لكن فيه فيه ناس شفناهم يعني هاربين مع الشرطة يخرجوا في هذا كله كريموجاني وجوع للناس أثاروا البلبلة كادوا يثيروا مشكل كبير في نفق قرب ساحة أودان إلى غير ذلك الاعتداءات على النساء في برقي اللي أكرمكم الله يعني أشياء جعلت لإهانة مواطنين ومواطنين جزائريين هذه الانتهاكات تدل على أنه فيه في وسط هذا السلطة اللي رأى فيها رؤوس وفيها اضطراب يعني ما زال ما راناش في وضع واضح لربط كل المسؤوليات بجهات معينة وقعت انتهاكات وأثارت غضب شديد لدى الشعب وعن حق لأن هذه أمور غير مقبولة غير مقبولة على الإطلاق الشعب رأي يقول شرطة أو شعب ولا جيش يعني الناس اللي يحميه الآن خاوا خاوا ونحن نريد أن نبقى ذلك حتى يبقى الحراك على أساسين أساسين ومدى بنا دائما نتذكرهم وما نحيدوش عنهم مهما كانت الاستفزازات هي السلمية ووحدة الشعارات ووحدة المسارة على هذا الشعب في ظل هذا السياق دخلت أبواق كثيرة منها محطات قنوات رأي تشتغل الآن مع جهات في السلطة المتبقية واللي تريد تبين نفسها أنها ماش من عصابة اللي كانت ذكرها أحد القادة على الجيش وتنعتها به هي عصابة وتريد المهم ترجعنا إلى المعادلة التي يريدها البعض وكانت من قبل كائنة هذه قبل يعني منذ هذه من طبيعة هذا النظام وبقى هذا النظام وهي شيطنة أطراف وتمجيد أطراف معنى ذلك راح نشرح الآن نبدأ فيما يخص العمل الحقوقي راح نجي نقطة فنقطة فيه منظمة وانا يعني مرتبط بهذه المنظمة اسمها منظمة الكرامة للدفاع الحقوق للإنسان في العالم العربي ومن خصوصيتها تجمع ملفات حقوقية وتسوخ شكاوى قانونية وفق القانون الدولي ناس قالوا آه الكرامة هذه رأي رفعت شكاوى اللي بأنتهاكات هذه رأي تحبت جبل نيتو وتدخل أجنبي يا جماعة الخير نتكلموا بأمور موضوعية وبهدوء الكرامة تشتغل مع آليات لحفظ حقوق الإنسان متفق عليها دولين وليس لها علاقة في هذا الشيء بمجلس الأمن هي الجهات السياسية للمنظومة الدولية هذه فيها إشكال لأن تحت سيطرة الدول عثمى أمريكا والصين دول التي تبتلك الفيط وتفرض أما آليات حقوق الإنسان هذه لخبراء مستقلين وأكثر من ذلك الناس هالأيام اللي تقولوا الدستور وما كذا وما نشوش الأمور تعجيزية الدستور الجزائري وش يقول المعاهدات التي صادقت عليها الدولة الجزائرية شوفوا الدستور الجزائري للبعض رحب يتشبت به في تفاصيل مملة وقد حتى تدخل الجزائر في مأساة يريد أن تكلموا الدستور الدستور يقول أن هذه الاتفاقيات المعاهدات مثلا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اتفاقيات دول المنهضة التعذيب هذه أمور صادقة عليها الدولة الجزائرية بكل سيادة لأنها تضمن حقوق للمواطنين وحتى في دول أخرى باش تكون هذه الحقوق الأساسية للمواطن وهذه المعاهدات بمصادقة الجزائر ويكفلها الدستور الجزائري تعطي إمكانية رفع شكوى من طرف مواطن جزائري أمام آليات مستقلة تابعة الأمم المتحدة ومن بين المراقبين عليها في حتى أعضاء جزائريين فيها زكتهم الحكومة الجزائرية الدولة الجزائرية لتنظر في هذه القاياة كأنها شبه هيئات قضائية وتنظر فإذن أين هو التدويل؟ مش هذا التدويل؟ لأن الآن في مراحل معينة عندما يخفق القضاء عندما لا يتحرك تتحرك العدالة كما ينبغي القانون الجزائري يعطي هذا الإمكاني هذا من ناحية القانونية البحثة فإذن قول أنها تدخل وكذا هذا كلام فارغ كلام فارغ الكلام هذا هو اللي راح يطمس في الدستور الجزائري ويطمس في القانون والعدالة وهؤلاء كما قلت اللي ترفع لهم شكوى هم خبراء مستقلين من بينهم حتى جزائريين في بعض الهيئات لكن نقول جزائريين عينتهم الدولة الجزائرية زكاتهم باش كانوا في هذه المناصر ثم جاء بعدها التهجم على الكرامة آه هذه قطرية وكذا وفيها وفيها يا جمعة الخير منظمة الكرامة مستقلة لا تابع لا لقطر ولا لعلنان نفلتان بل أكثر من ذلك أقول لكم أن منظمة الكرامة هي التكاد تكون منظمة الوحيدة الدولية اللي رفع التقارير قانونية متينة ضد دولة قطر ونتحدى هذا ويتكلموا على قطر ويراه المخير فيكم اللي رفعوا شكوى ضد دولة قطر في قضايا قانونية ويفق القانون الكرامة لا تتخذ في أمور سياسية تقوم على أمور قانونية بحتة واللي عنده بشيرود يتفضل باسم القانون وباسم المعاهدات الدولية اللي يقول مرة أخرى صادقت عليها الدولة الجزائرية بكل سيادة والدستور الجزائرية ضعها قبل القانون الداخلي للجزائر أقرأه للدستور الجزائرية الكرامة الوحيدة كما قلت رفعت طبعا الدول اللي فيها انتهاكات مصر وسوريا والمغرب وموريطانيا وليبيا إلى اليوم إلى اليوم ما سترفع لها حالات ومنها حتى قطر حتى قطر وأكثر من ذلك أقول لك من مؤسسي الكرامة رجل النعيمي جعلاته الأمم المتحدة يعني مجلس الأمن اللي هو أداة سياسية في يد القوى العظمى جعلت الأمريكا على أن أساس مول الإرهاب وكذا والرجل ما زال محاصر إلى اليوم وهو المعارض الوحيد في دولة قطر الذي سجن في قطر لأسباب سياسية إلى يومنا هذا فإذن هذا الكلام المزخر في بشر الناس يعني يضللوا يريدوا يضللوا الأشار على الجزائر هذا كلام فارغ وتافه اللي عنده كلام قانوني حقوقي يتفضل اللي عنده عدالة جزائرية مستقلة وهذا الذي نريده عندما يصبح القاضي ولا الوكيل الجمهوري اللي يدافع على المواطنين والشأن العام يرى مظلمة فيفتح قضية ويعاقب الناس في طاستقلية قاضاء ما شاء الله ما شاء الله هذا ما نريده أما أن يقوم بعض المطبلين وقضية التدخل الأجنبي آه الله يا الله نفس السياق أرى هجوم على ممنهج ونحن نرجع بعد قضية التمجيد الآن فيه أناس يتكلمون آه فيه جهات تابعة لفرنسا فيه الدولة العميقة للتوفيق والمخابرات وكذا ويجوه يتهجموا حتى على إخواننا في رشاد يعني فيها حملة قائمة فيه قنوات فيه محللين بجهات باينة في النظام الجزائري الذي تزعزع راه يحرك في أشياء حتى يريد إبطال الحراك لأنه ضرهم هذه الحراك لأنه شيء نابع من الوطن فيتهجمون على ناس ولا يبعثون ما هو معلوم بالذباب الإلكتروني ولعل أخونا محمد العربي زيتوت يعني أصبح محل هجومات بمئات الآلاف يوميا وقنوات هذه تعلي في خدمة هذا النظام البائس شتم تاعة وحد المستوى المتدني أنا أرد على التفاصيل إنها حق بذيئة بذيئة ونتكلم على شيء بسيط أي سيدي باش ما يقولوش هؤلاء اليوم قلوا التوفيق والمخابرات يا الذين اكتشفتم النضال اليوم وتكلمون على التوفيق ارجعوا إلى حركة رشاد والعربي زيتوت والعبد الضعيف احنا كي كنا نتكلموا على المخابرات والتوفيق أنتم سمحوا لي الكلمة كنتوا تروحوا تشيتولوا كنتوا تخافوا من رب تزاير لتسموه هكذا ها هؤلاء من أنتم أما اليوم احنا تتهمونا باش نمشوا مع الجنرال التوفيق وجهاز المخابرات أنحن سجدش أنحن تنكرنا لكل نضالنا وعلى أي أساس وجبونا آه هذه يد فرنسية آه الكرام ما تحركها قطر الكرام ما تحركها قطر وانا نعاون تحديكم شبولي منظمة في مستوى الكرامة رفعت شكاوة على دولة قطر بأمور قانونية التي أدخلت الحرج الكبير على مستوى القانون ما نتكلمه على مستوى سياسي على دولة قطر من غير الكرامة يلا أذكروا ما شئتم روحوا وهيئات المتحدة مفتوحة أمام الجميع شوفوا الشكاوة التي رفعت أمام لجنة مناهضة تعذيب أمام الخباراء المستقلين سواء في مناهضة تعذيب أمام الخباراء فيما يخص احترام حقوق الإنسان في إطار ما يسمى محاربة الإرهاب حرية التعبير إلى غير ذلك شوفوا شكون يرفع الشكاوة فلذلك أن هذا المزايد وكذلك يتكلمون على اسمعت كلام حتى قالوا الحرب يزيطوط يعني عميل تعنيطو يا سبحان الله إحنا شفنا صور لضباط سامين جزائريين جالسين أمام ضباط إسرائيليين في صور في مواقع عدة في مناورات مع النيتو واشتخل العرب يزيطوط مع النيتو يا جمعة الخير يعني أصبح هذا المستوى المتدني وكلام أصبحنا كذلك نتكلم فيه يعني بتخوين جهات إحنا طبعا في حركة راشد لا يمسون هذا لأن الحمد لله السنوات طويلة وشاهدة والأمور واضحة ومعلوم من هو في خدمة حتى قضية فرنسا وكذا عارفين تاريخنا مع هذه الدول والعظمى وانظروا في التفاصيل والمعنيين عارفين ما قولوا هو ربما تحاولوا تغلطوا ممكن شاب اللي ما شابش التاريخ وكذا لكن يبحثوا في تاريخنا وعلاقاتنا مع هذه الدول الناتو وفرنسا وأمريكا وكذا وسترون من هو الذي كان ليلة نهار اللي كان صاحب الفخامة بكري عند من كان يمشي داوي صاحب الجنرالات عند من كانوا يعني يسيرون قدما في القدم من وقت التوفيق وإلى هؤلاء لرغم الآن ما يغلطنا حتى واحد هنعارفين ملفات الناس ولا واحد يزايد علينا في الوطنية بل نحن ممكن نزايد عليهم ولدينا الكثير كذلك رأيت أن هذه نتكلم في خانة التخوين جاءت الآن موضة جديدة يلتقطوا صورة لأحد في جو عادي أه شفنا أفلان مع أفلان أه إذن فإذن هذا راح تابع كذا وفيه مخطط وكذا أذكر مثال يعني أنا ماش ندافع لأوناس بأشخاص مثال قال لك شفنا محسن بالعباس أستعى على الارسيدي وكريم طابوم تصور مع عرب راب أوه يعني هذا كأنهم اكتشفوا شيء عظيم أنا مانيش ندافع عليهم ويدافع لنفسهم أنا فقط نتكلم على الأفعال كيف أني أصبحت وحدة الرذيلة التي استفحلت يعني أنا غدوة نجي في مطار نمشي في الشارع يجيني واحد يسلم علي ممكن عرفته ممكن ما عرفتوش ممكن حتى عرفته وأنا من سيمتيكة جزائري لو يجيني حتى مانيش عارف غدا نلتقي القايد صالح سواء في منصب اليوم ولا غدوة ولا كذا يقولي السلام عليك عرد عليه السلام هو جزائري وتكلم معاه وكذا يجي واحد ممكن يصورني يقوله هذا رحم على القايد صالح في كل خطوته ربما اتفق معاه في أشياء ربما وخالفه ويعني قس على ذلك يعني جاء هذا آه العرب يزيطو تتصور مع كذا إذن فيه كذا وفلان كذا وكلها تخمينات تبنى ويريدوا أن يدخلوا التشويش على الناس هل في عيب واحد يتصور ولا يتكلم ولا يسلم جزائري على جزائري آخر إذا كان فيه طعن في مسار فلان قالوا آه إذن اتصور طابوا مع ربراب ورب راب هو كذا إذن طابوا كذا أو له هذا القذف وحتى من كأسلوب في الدين غير مقبول التنابس بالألقاب هذه نسمعنا كلمة يعني يعني تشمأ إذن لها النفوس زواف وقبايل وهذا شاوي هذا نعم زعبي بالشتم وهذا كان إيش هذا الأمر هذه الجزائر يحب أن تبنوها أنتم اليوم الجزائر فيها كل الناس وتسع كل أبنائها بكل تفكيرهم ولهم الحق في كل ما يفكرون الفاصل الوحيد الفاصل الوحيد هي السيادة الوطنية إذا جاء واحد حاب يقسم بلادنا وفيه للأسف من يندي ذلك وحتى هذاك نرد عليه بالمفهوم السياسي وإذا ثبت أنه قام بشيء غير القانون يخويا العدالة المستقلة تتكفل به إذا فلان هذا طعب ولا دار جيبوا له يا سيدي شارعوه لا أعرف ذلك عن الرجل لكن سيدي ما تصدقونيش أنا ولا كذا لماذا هذه كل التهم التي يكاللها للبعض وما ننساوش أن هؤلاء كانوا يطبلونا الأمس للنظام فإذن هذا السياسة تخوين دعونا منها يا إخواني الكرام كل جزائري تحترم كرامته تحترم يحترم انتماؤه للجزائر مهما كان مهما كان الفيصل الوحيد هو القانون في إطار القضاء المستقل مش قانون الانتقام وقانون التدمير والشتم والتعيير واليوم والبطل وغدوة خائن ورجع وشاكيب خاليل كان كذا ومبعد رجع كذا وإلى غير ذلك وحداد وحكمنا وفتح ملفات قاية صالح قال نفتح قضايا الخليفة والفساد وكذا مهلا عليك نعم التفقين معاه لازم نفتح الملفات لكن مش لأسباب سياسية باش تصفي أن تحي سباتك نحب دولة القانون قضاء مستقل ومبعد يفتحوا على كل الناس ربما ونناس حتى قراب منك أنت يا قاية صالح ولما أنت حتى أنت وعلى استفق القانون إذا ما درت شيء بخالف القانون على الرحب الساعة أنت جزائري وفوق الجزائري إن شاء الله لكن إذا درت أنت شيء منكر في إطار القانون وفيه من يتهمك يا قاية صالح حتى أنت إذا نسمع الإشاعات راه كلام ولا أدري أن كانت إشاعات ولا صحيح لماذا نصدق التهم على ربراب وأكذبها عليك أنت أنت الجزائري كثير منه ومرة أخرى أنا مانيش ندفع على ربراب ولا على أي كان أنا مانيش محامي نتاحهم لكن أقول لابد أن يحترم كل جزائري مهما كان وإحنا عانينا من هذا الشيء التهم العبد الضعيف مرة صوروني ومرة مازالي اليوم كأن مانيش عدراكولا نخرج في الليل والمصدمة الناس هذه سياسة هذا النظام الفاسد فلا نريد ذلك الجزائريين أي إن كانوا هذا شيوعي هذا مرتد هذا ملحد هذا إسلامي هذا داعش وشوفوا واحد كما علي بلحاش ربي يحفظه ما يتكلم كلمة إلى طيحين عليه يجي خارج من بيته ويخطفوه شكوني رأي دير هذا الشيء ثم يأتينا المبررات الذين يجلون المبررات ففيها طائفة من اليوم وش حبي ترجع عنا قاية صالح نبي أمس كان بوشوار بيقول نابو تفليق نبي ما تنساوش أمس رأني نتكلم على شهرين وليون فأي طائفة قال لك حبسه واللي داره قاية صالح هو الصح وهو المنقذ هو اللي حارب فرنسا ولي دير كال يا مهلا يا أناس ماهلا يا أناس نعرفوها هذه التجارب فينك يا صدام حسين اللي كنت تهدد في أمريكا هو البطل وفينك يا القذافي وفينه كذا راح يجي يقولوا لي آه في قوى أجنبية ويدجت قوى الأجنبية راح يفريها القاية صعاح وحده هذا إذا حسنت بها الظنة سيدي يا سيدي هذا القاية وطني وحب الخير للبلاد وكذا نالي يجي صح كما يقولك يجي المطرق الكبير هذا الدول النيتو أمريكا وفرنسا لأسباب ممكن حتى أنتم تسبين في دخولها يعني قاية صالح هو يتصدى لهم إذا ما كاشتلاحهم وشعب موحد غايور على وطنه اللي يضحي بنفسه كي شعب نظم الـ 54 هذاك هو البطل أما بشي يجيني يا فلان القاية لا لا يا أخي القاية صالح أنا قلنا في مسار هذه المرحلة وسبحان الله الكلام اللي نقوله يؤول على غيره أنا العبد الضعيف تكلمت قلت لا بد أن نمر على مرحلة انتقالية هو موقف حركة رشاد وجهات كثيرة هذه الباءات الأربع ولا قاد قلنا لازم يتنحى وعلى فكرة باش باش من قوسين تكلم عن ناس كلموا عن الدستور قال لك لا دستور يحترام ومتع توناش أمور تحجيزية الدستور رحوا ورجعوا المادة 183 تشوفوا باللي طيب بالعيز تم تعينه على رأس المجلس الدستوري قبل ما يمشي بودفلي قاعد طريقة غير دستورية أقرأوا ما تسمعونيش أنا يا ناس اللي راكم تصفقوا للقايد وما ديروا أمور تعجيزية ونحق صراحة ما عنديش شيء شخصي ضد قايد صالح ولا غيره تكلم على مسارات على خط سياسي يكون واضح وقد يكون لهؤلاء موقف إيجابي يخدموا بلادهم ويحفظوا هذا البلد أنا لا أتهجم على الأشخاص كأشخاص فإذا قلت المادة 183 تقول اللي يعين على رأس المجلس الدستوري قرأوا المادة 183 واحد ثمانية ثلاثة يصح له يكون مرة واحدة فقط بل عيز كان بين 2012 و2013 رئيس المجلس الدستوري علاش يديروه شكون اللي رأي يطمس في هذا الدستور لذلك قلنا هذا الدستور يجمع كما يقولوا بالعالم عفونا منه خلاص خلاص اللي هو فوق الدستور هو الحراك الشعبي الشعب هو فوق الدستور فلذلك أنا ذكرت بعد قبل أيام في حصة كانت في حصة المغاربية قلت من بين الأساليب اللي ممكن يعني تنال وتكون لنا مخرج شوف يلقيت صالح طريقة لأن حتى اليوم يقولون أنه بن صالح والدستور هذا بن صالح يعني ما وش خضرة فوق عشارة ما وش حتى خضرة اليوم كاش وعد كاش منطق كاش ما قال كاش ما دال كاش ما اعطال كلام حتى اليوم قال راح ماشي اليوم قاد صالح لنحية الرابعة العسكرية الرابعة ورح يدير خطاب هو الرجل السياسي هو الرجل سياسي كما يقول خارج بصدره ويقول يحسب له وعليه فالذي احنا قلنا يعني مرحلة انتقالية رئاسة جماعية الأحسن وكي يقول هذه الطروحات هذا مش قرآن منزل هذه الطروحات قد يكون فيها الخير لكن المنهج المنهج بل ينسون هذه البقاءات الأربع هذا اللي يطالب بها الشارع بكل وضوح ما هوش أمر تعجيزي يا أناس الأمر التعجيزي هو أبقى هؤلاء أبقى بن صالح وبالعيز وبدوي وبوشوارب ومن على فاصيلتهم هذا هو التعجيزي لكن ذهابهم في أمور تقنية كيما بن صالح فرهام عبد في اللقاء وكان جيد احنا قلنا كان جيد نحية التقنية لأن الشعب لفظه خلاص الآن يجد طريقة معهم لنتوعه هو اللي رايه يغطي عليهم منيش أنا الشعب أرماهم شكو اللي رايح يحمي فيها وله هو القيد صالح هي رئاسة الأركان فقلنا يبعدوا هذا بأي طريقة يعني استقال ما استقال نحى وهم رض الله سهل عليه هذا عمر تقني ما يهم منه يمشوا ومن بعد قلنا ما دام اللي راي عنده مفتاح الآن كما يقول مفتاح الدار هي قيادة الأركان كونوا واقعيين يا جماعة احنا من باب هذه الواقعية قلنا هذا الناس ممكن يكون عنده دور إيجابي موش معنا رانا حابين حكم العسكر لا لابد ينتهي حكم العسكر ونقطة التحول ما هي وكين قولوا محابين حكم العسكر موش معنا نكره العسكر وكين قولوا دائما احنا حابين إكراما للعسكر وللجيش الجدء الوطني الشعبي حتى يكون حقيقة وطني شعبي وراء الشعب وليس سامحوا لي لأنه كاين فيه واحد الجيش الوطني الشعبي اللي دخل في 62 الحرب الوحيد اللي دارها ضد جيش التحرير 62 دخلوا من الحدود حاربوش كون ما حاربوش فرنسا حاربوخاوتهم تعجيش تحرير الوطني ماذا بنا ما نرجعوش لهذه المآسات يا جماعة كفوا خلاص اليوم ممكن لك دور وعندك دور قيد صالح وقيادة الأركان الشعب يريد مرحلة انتقالية سواد الأمة قال لازم تكون رئاسة جماعية احنا قلنا يا سيدي شوفوا ناس الطريقة التقنية باش نفهموه موش معنى هالقايد يعين ويدلوش يحب لا الطريقة التقنية اللي ممكن يزكيها الشعب أسماء نظيفة وطنية ذات سن معين اللي راح ما تبقاش بعد مرحلة انتقالية اللي تقدر يا سيدي سنة سنتين أقصى حد اللي مباشرة بعد الرئاسة الجمعية يفتح حوار وطني وش نديرو رئاسيات يلا هنوجدولها بحكومة نظيفة جديدة نديرو مجلس تأسيسي ينتخب يلا هنوجدوله يكون حوار وطني فعيوض الله لنا في تاراش أقوله كذا نفتح حوار شفاف وخلي كل واحد يتكلم الشيوع يعطي طرحه واللعيكي يعطي طرحه والإسلامي يعطي طرحه والوطني واللي يحب تكلم أمام الشعب يا سيدي وخلي الشعب يشوف الطرح مش في الأمور الإيديولوجية في المخرج من الأزمة أمور الإيديولوجية والبرامج يا أخويا هل تجي تنتهي من مرحلة انتقالية قدم برنامج حزبك كما تراه بكل استقلال واللي يعطاه الشعب الله يزيده ويحترم اللي يخسر اللي يخسر مش معنا نمحوه ولا نحوه من الجزائر لا الجزائر يبقى حقه وكرامته ويحترم في أفكاره وفي كونه جزائري له الحق فلذلك أنا أعود وكرر كفونا من هذا الانحراف تخوين وتع التمجيد تخوين هذه نراها من طائفة معينة اللي راح ترشع عنه هذا شبه نبي ولا إله القيد صالح لا هو قائد أركان تعالجيش الوطني الشعبي ممكن يكون له دور إيجابي لكن إذا تعنت في طريق الشعب راح يكون هو خارب الجزائر وما تقول لناش هو كذا وكذا لا 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 مش بالطريقة اللي حاب يفرضها الطريقة تعالباءات وتعالنظام البائس هي الطريقة التعجيزية الطريقة الواقعية التي تضمن وحدة الشعب وتنضمن مسار إعادة الدولة المدنية الحقيقية دورة القانون والمؤسسات هي المرور بمرحلة انتقالية برئاسة جماعية يزكيها الشعب وممكن ولم لا باقتراح قيادة الأركان ما عليش نحن ما ندخلوش في المشاحة وكذا أنا عارفين دورة الأركان في هذه المرحلة وهذا معلوم في مرحل الانتقال الجيش يرافق يضمن الأمن يستجيب لمتطلبات الشعب يضمن يعني المسار في حد ذاته بما أنه مؤتمن على شيء لكن موش باش يفرض الآن الجيش الوطني الشعبي بلسان القاعدة صالحة بيفرض حل موش قبل الشارع ولا يمكن أن يكون يخيوك أن يقول العصابة هالعصابة ما ما زالت أما باش تخوفونها بفرنسا والنيطو والتوفيق يرجعوا لكذا هذا الشتم للشعب مناش نواية ممكن هذه الجهات وفي احتمال كبير راح تخططوا تمكروا لكذا لكن ثقوا في هذا الشعب ككتلة لا تجتمع الأمة على الضالة الشعب هذا موش خالية من سج سذج وليجا يلعب بيهم ولجاة وفرنسا وحب التوفيق ويدر لا 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 باش الشعب هذا يبقى متحد فيما صار تعوه خوة وإياكم من هذا التفرق اللي يديروا فيها يجمع اللي تدعو نقم مع قاعد صالح وتشتموا هذا برباري وهذا كذا كلام قبيح احترموا خاوتكم الجزائريين ايا كانوا انا اختلف معه ناس في الجزائر اختلف في التوجه في كذا لكن اشتغل مع كل جزائريين نجت أرضية حتى تكون هذه جمهورية الجميع دولة القانون وبعدونا يجمع امس هذا النظام كان يخوفنا بالارهاب واليوم يخوفنا بالزواب وبالناط يعني دائما يخوفنا بحاجة كان هذا الشعب هذا قاصر ما يعرفش ما يعرفش يجو الناس غير يلعبوها له علش تتمنع اليوم علي بالحاج باش يمشي في المسيرة علش كلامه متزن راه يتابع يطالب بدولة مدنية دولة شرعية بتحكيم الصندوق باحترام كل الحساسيات باحترام الذي حقوق الإنسان علش تمنعوه علش تسبوا في فولان وتخلوا فولان كفانة من هذه التصرفات العرجاء التي تريد أن تمجد أطرافا وتخون أطرافا لحسابات ضيقة فخلوا هذا الشعب الشعب راه يمشي على فترته على وحدته على سلميته وفقط انتبهوا إلى الجهات الأمنية الآن خاصة أنتكلم الجهات الأمنية اللي هي مدسوسة في الأمن البلطاجية تعال النظام النظام الدولة العميقة هذه الدولة العميقة التي تريد أن تكسر وتدخل العنف وتحرق وتقتل وممكن يضربوا حتى ناس من الشرطة شفناها في التسعينات هذه الميليسيات والأجهزة التي تشتغل في الظلام ودخلت فتنة ما بين الشعب ويروح ضعحيتها الجندي البسيط والمواطن البسيط واللي مساكن في الشر وفي المذابح والمجازر وكان ساهل كل شيء يمسحوه ذاك الوقت في الإرهاب اليوم كذلك راح يمسحوه في أطراف ربما أخرى خلونا يا نس احذروا فيه الآن فرصة كبيرة لانتقال إلى دولة مدنية بمرافقة مؤسسة الجيش التي لا بد أن يكون جيش تعالى الشعب لا غير جيش تعالى الشعب وليس العكس وتركوا كل الجزائرين يعبروا عنه حتى هذا الأمر أن نطلب من إخوانها في الشوارع اللي جا خلوه يمشي ما تطردوا ولا واحد خلوه مرناش في انتخاب غدوة كيجي لانتخاب حبيتوا تعطوا 0.5 للمحسن بالعباس ولا 0.01 التيار يمكن يمثلوا علي بالحاجة ذاك من حقكم لكن ما تمنعوا ولا واحد ولا جاب واحد طرح شيوعي ماركسي لنيني ملحد قالنا ما يقدرش يكون أكثر من الشيطان هذا خلوه يترشح ويطرح أفكاره ما أعجبكم أعطوه صفر في الانتخاب أعطوه صفر وكفى ويعرف حده لكن يبقى جزائري وما تشتموه ما تظلموه إذا اركضتك بشيء خلف القانون خلوا العدالة المستقلة تحاكموا بضمانات حقوق له محامي لا يهان ولا يعذب ولا تنته حرمته ولا كذا هذه دولة القانون التي نريدها في جو من الوحدة على المواطنين في جو من السلمية فحذاري مرة أخرى يا أخوان حذاري من تمجيد أي شخص كان ولو اسمه قاية صالح ولا من تخوين ولا أي كان جزائري الشعب راه وعيرا في مستوى الآن نريد أن نبني دولة القانون دولة الحريات فلنمضي في ذلك يعني يدا في اليد واحذروا من هذا التفاهات أذناب العسكر بالمفهوم العسكرات يا مانش نشتم في العسكر كعسكر فيه من عودنا قلناها وإخواني قالوها أخويا محمد العربي زيتوت يكررها آلاف ومئات المرة وحتى نبح فيه من الشرفاء النزهاء في جيشنا لكن فيه لشو يدخل طلع الغرور للراس هذا لازم يفهم بالي يراه ولا شيء بدون شعبه ولازم يكون وراء شعبه فإن كان كذلك على الراس والعين ومرحبا بك وستذكرك الجزائر من أبنائها البرارة من أراد أن يطمس الشعب والذي يديه في المنزلقات والذي يهين الجزائريين هذا ترميه مزبلة التاريخ شكرا لكم تحية الجزائر والخلود لشراها شهدائنا الأبرار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر